اهلا بحضراتك في فعليات حوار بيترسبرج للمناخ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر أستاذ جمال صباح الخير علي صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السيدة مشاهدين يا أهلا بك بكل تأكيد هي زيارة مهمة وأيضا هذا الحوار حوار بيترسبرج للمناخ هو أيضا حوار مهم لكن بشكل عام عايزين نتكلم في البداية عن العلاقات المصرية الألمانية بالتأكيد زيارة في غاية الأهمية محطة أوروبية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد طبعا زيارة أيضا في هذا العام لفرنسا إذن هناك أيضا حراك في الدولة المصرية الرئاسية تجاه أوروبا أيضا الدولة المصرية استضافة الرئيس رومانيا إذن نحن نتحدث عن تقارب مصر أوروبي له أبعاد كثيرة جدا العلاقات المصرية الألمانية علاقات وطيضة ولها جزور تاريخية نتحدث عن شراكة في الحقيقة انطلقت بعد عام 2014 أو 2015 بالتحديد مع زيارة سيد الرئيس لبيرلين وهناك دفع في كل المجالات سواء كان فيما يتعلق بالتقارب السياسي التعاون الاقتصادي حتى المجالات الثقافية طبعا المجالات الأمنية والعسكرية وأصبحت هناك أطل للتعاون وعلاقات استثنائية ما بين الدولتين أسفرت عن تنامي حجم التبادل التجاري نتكلم على أكثر من 5 مليار دولار نتكلم أيضا على زيادة الاستثمارات الألمانية في الداخل المصري نتكلم على عدد شركات ألمانية الآن موجودة وحتى المواطن المصري البسيط أعرف أسميها بالضبط ودخل في مشروعات قومية وده المهم نحن نتحدث عن مشروعات في البنية التحتية مشروعات لها علاقة بالتنمية المستدامة مشروعات أيضا لها علاقة بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة زي ما بنشوف المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء وغيرها وطبعا القطار وشركة سيمانس والتعاون الكبير جدا الخط الكهربائي للمكوم من ثلاث مراحل اللي هيربط طبعا المتوسط بيئة الأحمر وبالتالي وفي المحطات الكهربائية كمان بالضبط منذ 2015 وفي انطلاق كبيرة جدا في مجال الكهرباء وبالتالي أنا أعتقد أن العلاقات ترجمت اقتصاديا بشكل جاي جدا وأيضا ترجمت على الصعيد السياسي والتفاهمات السياسية في الكثير من القضايا سواء في الملف الليبي في الملف الفلسطيني في ملف الهجرة الغير شرعية في الكثير من الملفات وجدنا طوال الوقت تقارب ما بين القاهرة وبرلين في كل هذه الملفات وتنصيق في الحقيقة مشترك في حتى القضايا التي لها علاقة بأفريقيا بالمجتمع العربي عشان كده رأينا أيضا السيد الرئيس كان مشارك في القمة الأفريقية الألمانية وطبعا سيد الرئيس زارة ألمانيا أكثر من مرة نتكلم على ست سبع زيارات لألمانيا كان مشاركا في مؤتمر برلين واحد إذن حرك نقاط تواصل واتصال مستمرة وأعتقد أن هذه الزيارة أيضا مع زي ما حركت تفضلت وذكرت مع وجود حكومة جديدة وحكومة استستائية طبعا زي ما أيضا تفضلت وذكرت وترسم لي أيضا مستقبل العلاقات في ظل حكومة ألمانية جديدة وأيضا في ظل متغير دولي وإقليمي الجانب الأوروبي أصبح ينظر لمصر فيه على أنه شريك محوري ومهم جدا إذن هي علاقات وطيدة على كافة الأصعيدة وعايزين نتكلم بقى خلال هذه الزيارة يتم منقشة ملفات عدة حابين نتكلم عن أبرز هذه الملفات حابين نتكلم عن الطاقة تغير المناخ تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن خلاني نتكلم من الطاقة لأنه حتى مرتبط بما سيحدث في حوار بوترسبورغ لأن الطاقة والبيئة الآن أصبح موضعان يعني متشابكان تماما حتى كل أن يتحدث عن أمن الطاقة بالتوازي يتحدث عن التغيرات المناخية وحتى أن أمن الطاقة وزيادة الإنتاج في ما يتعلق بيئة الوقود الإحفوري لا يجب أن يتعدى على فكرة أيضا التغيرات المناخية وزيادة تلويث البيئة وإلى غيره من الأمور وبالتالي أعتقد أن أمن الطاقة من أحد أهم المحاور خصوصا أن مصر الوقت فاعل رئيسي فيما يتعلق به يعني تصدير الغاز منتدى غاز شرق المتوسط شفنا إزاي الجنب الأوروبي ورئيسة مفاوضات التحاد الأوروبي حينما أتت إلى القاهرة في زيارة في غاية الأهمية يعني تحدثت وهي بكل وضوح بتتحدث عن أن أوروبا بترتكز على مصر فيما يتعلق به أمن الطاقة وأمن الغذاء وبالتالي أنا أعتقد أن دي ملفات مهمة جدا في ظل المتغيرات الدولية سوف تكون مترابطة سواء فيما يتعلق به النقاشات الثنائية ما بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني أو حتى في حوار بوتروسبرج هذه الملفات سوف تكون بوجودة على الطاولة وهذا طبعا بجانب بقى ملفات تانية لها علاقة بالتعاون المشترك ما بين مصر وألمانيا طيب قبل أن نتكلم عن التعاون المشترك عايزين نتكلم عن المهمة المتعلقة بالطاقة ونكمل كلامنا عن البيئة ألمانيا من الدول المهتمة بهذا الأمر ويمكن هذا الحوار وهذه القمة توقع بشكل دوري من سنة 2010 بعد قمة كوبنهاجن في 2009 وفيه اهتمام كبير جدا بالدولة اللي هتقوم بتنظيم هذا المؤتمر في كل عام بيكون فيه حوار بوتروسبرج عشان كده إحنا بنشارك هذا العام عشان نستعد في تنظيم هذا المؤتمر عندنا في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي ألمانيا كمان نحن نتكلم عن أن هي حكومة جديدة وحكومة استثنائية مكونة من ثلاث أحزاب مختلفة منهم حزب الخضر هذا الحزب بيهتم بشكل كبير جدا بملف الطاقة حتى أن وزيرة الخارجية تنتمي لهذا الحزب وخادت مسئولية الحديث عن البيئة وملف الطاقة من الاقتصاد وأسندته إلى وزارة الخارجية عشان تبين قد إيه هذا الموضوع هو مهم بالنسبة للحكومة الألمانية بالتأكيد يمكن حتى في زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للقاهرة بداية هذا العام كان أيضا هذا محور النقاش ما بين وزراء الخارجية المصري والألماني وأعتقد أن حوار بوترسبرج نقطة مهمة جدا وأصبح في الحقيقة محطة قبل المؤتمر الأممي الإطاري الخاص بالتغيرات المناخية كل عام يعني الجميع ينظر لحوار بوترسبرج بونزو 2010 في الحقيقة على أنه المحطة التمهيدية للمؤتمر الأممي للتغيرات المناخية ولكن هذا العام في تحدي كبير جدا كلنا كنا راحين لهذا المؤتمر بتحديات التقليدية التي تواجه المناخ ولكن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ظهر تحدي جديد له علاقة بالطاقة والدول الصناعية الكبيرة بتواجه أزمة كبيرة جدا هذه الأزمة في الحقيقة بتضعها في اختبار صعب جدا ما بين فكرة أن تحافظ على كياناتها الاقتصادية وزخامها الاقتصادي وتتنازل عن هذا الزخم الاقتصادي الكبير جدا بمقابل أن تخفض انبعاتاتها وتخفض انتاجها لأن ما فيش طاقة وبالتالي إما تستخدم وقود أعفوري وبنشوف في الوقت دول رجعت تاني للفحم دول بتتحدث عن تنازلها عن فكرة بعض معايير البيئية وغيرها من الأمور يمكن حتى ترامب من قبل كان لديه رؤية في هذا الأمر وخارج من اتفاقية المناخ لأنه كان ربما يدرك أبعاد هذا الموضوع لكن الدول الصناعية الكبرى عليها أن تتحمل مسؤولياتها عليها أن لا تتخلى عن مسؤولياتها وهذه أهمية حوار بوترسبورج أن لا تتخلى الدول الكبرى الصناعية بالتحديد عن مسؤولياتها أمام الدول النامية مصر في الحقيقة مهتمة بقضايا التغيرات المناخية ليس منذ أن أعلن أن مصر سوف تكون هي الرئيس المقبل لكوب 27 ولكن المتابع جيدا سوف يجد أن قضايا المناخ ظهرت على أجندة السيد الرئيس منذ عام 2014 منذ الخطاب الأول لسيد الرئيس في الأمم المتحدة أنصتنا أن السيد الرئيس يتحدث عن التغيرات المناخية حتى المتابعين كانوا ساعتها يستغربوا ليه من مصر تتكلم عن التغيرات المناخية؟ ليه مصر مهتمة بقضايا المناخ؟ بعدها على طول في 2015 وجدنا السيد الرئيس موجود في مؤتمر بريس للمناخ بعدها أيضا في 2018 وجدنا السيد الرئيس بيحضر أحد الحوارات المهمة جدا ما بين القادة على هامش الأمم المتحدة فيما يتعلق بيئة المناخ بعد كده وجدنا مصر كمان بتنفذ استراتيجية خاصة بيها في ما يتعلق بيئة الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة في الداخل المصري محط بن بنل الكهرباء، طاقة الرياح، استخدام وسائل المواصلات بالطاقة الكهربائية كل ده وإنت دولة نامية وإنبعاثاتك تكاد تكون 3% بنكلم فوراقين يعني حاجة لا تذكر بالنسبة لطبعا الدول الكبيرة ورغم ده أنت عندك رؤية بالظبط، عندك رؤية مهتمة بالقضية دي ومسؤولية أكيد بالظبط، عشان كده العالم بص أنت دولة أفريقية، دولة عربية لديك رؤية في هذا الأمر رغم أنك لم تتحمل مسؤولية هذه الانبعاثات ولكن أنك بتحاسس أن عندك مسؤولية تجاه الأجيال القادمة عشان كده تم إسناد هذه المهمة الصعبة للدولة المصرية ولكن مصر قادرة دوما على تخطي التحديات والقدوم على إنجاح هذه المهمة وأعتقد أن هذه الرؤية المصرية وهذه الاستراتيجية التي تم تنفيذها في الداخل مع حديث الدولة المصرية طوال الوقت أن قضايا التغيرات المناخية يجب أن تحمل الشق الذي له علاقة بالعدالة المناخية ويمكن هذا ظهر في الحراكة الدبلوماسية المتعلقة بالمناخ يعني دبلوماسية المناخ المصرية طوال الوقت كانت تتحدث عن فكرة العدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية يعني أنا دولة صغيرة مثلا في أفريقيا أو في المنطقة العربية أو دولة نامية أو دولة لسه صاعدة ما ينفعش لنا نتحمل تبعات التغيرات المناخية زي دولة حققة الرفاهية أنا أنا أتأثر بس مش مؤثر في التغيرات المناخية لكني أتأثر بها بس ما تطلبش مني دلوقتي أنا أقفل المصانع أقفل كل استثماراتي أوقف استخراج النفط والغاز ويعني أتجه للطاقة النظيفة المكلفة جدا من غير ما تساعدني هنا على الدولة العظمى أن هي تقدم مساعدات لهذه الدول بالتأكيد وأنا أعتقد أن حوار بيترسبرج الآن عليه أن يعني يقر هذه النقطة بالتحديد ويؤكد عليها بالتحديد طبعا مؤتمر باريس كان أقر بالفعل حزمة مالية ضخمة طبعا أنا أعتقد أن من ربما ربما الدول الأوروبية في ظل هذه الدغوط الاقتصادية الصعبة يعني احنا كلنا نشوف أسعار الوقود دلوقتي في أوروبا عاملة زي المحطات البنزين في أوروبا أصبحت مشتعلة بالأسعار حتى فيما يتعلق به نقص السلع في المواد الغذائية وغيرها من الأمور وبالتالي هنا الخوف أن الدول تتخلى عن هذه الحزمة من قبل هذه الأزمة هل بالفعل وفت هذه الدول بالتزاماتها؟ للأسف لا وعشان كده المخاوف الآن مضاعفة يعني أنت في الظرف الطبيعي لم توفي بالتزاماتك أنت قلت أنا هساعد الدول النامية هو وجد المساعدة في إيه؟ مش لأنت تديني فلوس أنت بتقول لي ما تستخدمش الوقود الإحفور طيب بتساعدني في إيه؟ إلا أنا أعمل مثلا محطات طاقة شمسية أعمل صناعات تكنولوجية لها علاقة بالاستناد على الطاقة النظيفة اقتصاد أخدر وغيرها من الأمور طيب أنا مقدرش أعمل ده لأنه مكلف جدا بالنسبة لي أنا قادر أعمل الاستثمار الطبيعي في الوقت القرب الأكمل بتساهم بمبعثات 3% يعني أنا مش مصول أنا كأفريقي أو عربي في الحقيقة أنا حتى في أمريكا اللاتينية بعض الدول أو حتى في شرق أسيا كل الدول النامية والصعيدة غير مسؤولة ولكن الآن مطالب منها أن تلتزم بالمعايير البيئية زيها زي الدول العظمة طيب أنا عشان أنا ألتزم بهذه المعايير البيئية زيك يجب أن يكون هناك عدالة مناخية هذه العدالة تستلزم أن تقدم لي بعض المساعدات التي تمكنني من خلق اقتصاد أخدر طاقة نظيفة استخدام الطاقة الشمسية طاقة الرياح وغيرها من الأمور أعتقد أن هذا الملف سوف يكون مطروح بشكل مهم جدا ويمكن الأمير العام الأمم المتحدة حتى منذ أيام أكد على هذه النقطة وأكد على فكرة تحمل الدول الكبرى مسؤوليتها أعتقد أن مجموعة العشرين مجموعة السبع عليهم أن ينظروا أن مستقبل حتى الصناعات ومستقبل الاستثمارات في هذه الدول مرتبط بالدول النامية لأن في الآخر الدول النامية أسواق استهلاكية لهذه الدول وحتى أسواق أيضا استثمارية لهذه الدول وبالتالي هنا ترابط دايما بنقول أن الاقتصاد في ظل العولامة هو حلاقات متواصلة عشان كده حتى لما فرضت العقوبات يبان الأزمة الروسية الأوكرانية على الجنب الروسي قلنا العالم كله هتأثر قلنا مش روسيا بس هتتأثر وده حصل بالفعل والعالم كله الآن بيتأثر بهذا الصراع الدولي الذي أصبح الآن تبعاته اقتصادية في المقام الأول ومن ثم أعتقد أن هذا الحوار الآن مهم جدا الأجندة المصرية تحافظ على الحقوق الأفريقية والحقوق العربية في المقام الأول أعتقد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه كلماته سوف يحمل على عاطقه أمال وتطلعات هذه الشعوب خاصة الشباب والمرأة والأجيال القادمة لأن هناك دائما حديث مثلي على فكرة أيضا حقوق الأجيال القادمة في البيئة يعني حتى فكرة أني أستهلك البيئة الآن وأترك هذه البيئة للأجيال القادمة مستهلكة غير قادرة على الاستثمار فيها أو إلى ذلك أعتقد أن هذا أيضا أمر صعب للغاية وبالتالي أنا أعتقد أن ملف البيئة سواء في الحوارات الثنائية أو في حوار بوترسبورج سوف يكون الأقوى ولأن الأمن الغذائي كما أوضحنا والأمن الطاقة هي محاور مشتركة ومرتبطة بالتغيرات المناخية لأن أيضا الأمن الغذائي حتى من قبل هذه الأزمة الرئيسية الأوكرونية متأثر بالتغيرات المناخية وسلاسل الإمداد والتمويل حتى تأثرت بالتغيرات المناخية وبالتالي أنا أعتقد أن زيارة في غاية الأهمية مكاسبها سواء على الصعيد طبعا السنائي يمكن شوفنا السيد الرئيس بالأمس بدأ نشاطا سريعا بلقاء رئيس ومدير التنفيذي شركة لورنس لصناعات البحرية يمكن بالمناسبة كان هناك لقاءات مع سيد الرئيس مع رئيس هذه الشركة أيضا العام الماضي وبالتالي سيد الرئيس حريص على تعاومة هذه الشركة بالتحديد في المجالات الخاصة بالتصنيع البحري وأعتقد أن حتى فيما يتعلق بأننا بنشوف دايما فكرة أن سيد الرئيس حينما يذهب إلى الدول الصناعية بيكون أجندة الرئيس خلق فرص الاستثمار بالظبط مش بس مقتصرة على فكرة الدوائر السياسية صادية في المقام الأول يعني طبعا بيكون هناك كمان تركيز على فكرة وجود اجتماعات في هذه الأجندة لها علاقة بدوائر المال والأعمال عشان كده بنجد السيد الرئيس يلتقي بي رؤساء الشركات ومدير الشركات ودوائر المال والأعمال في هذه الدول يعني شايف قد إيه المحطة دي مهمة لمصر حتى لو بنتكلم كمان اقتصاديا يعني العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا في الحقيقة في قمة التواهج الآن في شتى المجالات والصناعات في التعاون فقد إيه شايف أن المحطة دي مهمة أهمية هذه المحطة بالتحديد يمكن أهمية هذه المحطة بتأتي كمان من دلالة التوقيت إن هناك زخم في العلاقات المصرية الأوروبية ويمكن كمان عشان نوضح صورة أن مصر بالتزانها الدولي وبعلاقاتها المتزنة الدولية وبالتزان بصلاتها الخارجية استطاعت في هذا التوقيت أن تستفيد من هذا الاتزان عشان كده بنجد مصر لديها علاقات جيدة مع الجانب الأوروبي والجانب الشرقي ومع كافة الأقطاب الدولية ويمكن دلالة التوقيت الآن أن الجانب الأوروبي بيره في مصر شريك آمن لأن هذا الاتزان الدولي والاستقرار الداخلي وأيضا السوق الاستثماري الذي لدى الدولة المصرية اللي مش بس بيتيح فرص استثمارية له الجانب والشريك الأوروبي ولكن أيضا بيتيح فرص استثمارية كمان تنفتح على أفريقيا والمنطقة العربية وأيضا الشرق الأوسطية وبالتالي كل هذه العوامل بتجعل هذه المحطة مهمة لأن مصر الآن تقود العمل العربي والأفريقي مصر الآن أيضا نقطة ارتكاز فيما يتعلق به سواء أمن الغذاء أمن الطاقة أمن الملاحة وهذه محاور مهمة جدا الآن العالم كله يعني منشغل بيها وبالتالي هذه المحطة مهمة ومن ثم بنجد أن الجانب الأوروبي سواء فيما يتعلق بهذه الزيارة أو بشكل عام مهتم جدا بالحفاظ على مصر كشريك استراتيجي والشريك الأوروبي طبعا هو الشريك التجاري للدولة المصرية وأعتقد أن هذه الزيارة مع طبعا حكومة جديدة ألمانية بترسم ملامح المستقبل في العلاقات المصرية الألمانية وبيتم البناء طبعا على ما تم إنجازه لأن ما تم إنجازه خلال الثمانية سنوات الماضية في العلاقات المصرية الألمانية سواء على الصعيد كما أوضحنا السياسي كان مهمة للغاية على الصعيد الاقتصادي أنا أعتقد أن من أهم الشركات الاقتصادية الخارجية للدولة المصرية كانت مع الجانب الألماني لأنها لم تقتصر فقط على البعد حتى التجاري فيما يتعلق بالتجارة البينية أو الاستثمارات التقليدية ولكنها دخلت إلى مناحي كبيرة جدا دفعت المستشار الألماني الجديد أولف تشولز أنه حتى يلقي كلمة على المواطن الألماني بعد التوقيع على عقد القطار الكهربائي الجديد الذي سوف يربط ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وبالتالي حتى الجانب الألماني ينظر إلى أن الشراكة مع مصر أصبحت شراكة لها طابع وخصوصية كبيرة جدا انتقل هذا الأمر أيضا إلى بواحد مهم جدا له علاقة حتى التعليم والتعاون في مجالات التعليم مزبوط مهم جدا ده في غاية الأهمية 40% من ميزانية ألمانيا للتعليم والتعاون مع الدول الخارج حدود ألمانيا هي المصر والأهم من ده وده أنه طبعا من الكلام على قلعة صناعية عالمية هي الأكبر والأطخم وبالتالي طبعا فيه دولة تانية ولكن ألمانيا الجميع يلقبها حتى بالماكينات الألمانية ومن ثم فكرة التعليم الفني والتعليم الصناعي ده نقطة في غاية الأهمية عشان كده وجدنا السيد الرئيس في زياراته حتى السابقة جلب فكرة استحضار التجربة الألمانية في التعليم الفني ووجدنا الخطاب المصري حتى في الداخل تده يشجع على فكرة التعليم الفني وعلى استجلاب أننا بنستجلب هذه التجربة الآن من الخارج ومحاكاة التجربة الألمانية في التعليم الفني أنا أعتقد أن دي نقطة مهمة جدا والاستفادة من التجربة فيما يتعلق به خلق قوادر فنية لأن الصناعات الحديثة الآن مش قائمة بس على نعم المهندسين طبعا في المقام الأول ده الخبرات الهندسية لكن أيضا الفنيين الآن في العالم كله في كل الصناعات وفي كل المصانع أصبح لهم قدر كبير جدا وأصبح هناك صناعات تعتمد على الفني الماهر القدر على التعامل الجيد معه نتكلم على رقم أنه تقريبا 70% من اللي بتدرسه في ألمانيا أو الطلب الألمان بتدرسه تعليم فني دي رسالة مهمة يعني رقم كبير جدا جدا دي رسالة مهمة حتى للشباب المصري المقدم من مرحلة الإعدادة لمرحلة السنوي شوف هذا الرقم وتدبر وشوف ألمانيا قدرت أنها تطور من هذا التعليم الفني نظرة الماضية عن فكرة التعليم الفني أعتقد أن هي تلاشت مع وجود الآن صناعات متطورة وصناعات تقليدية وشوفنا مصر بتقتحم الآن مجالات حتى فيما يتعلق بمدرسة الضبع النووية وغيرها من الأمور ونشوف الآن مدارس فنية ومدارس صناعية متطورة جدا وبالتالي التعاون مع الجانب الألماني في هذا الأمر أعتقد أنه هو مكسب كبير جدا للداخل المصري في الحقيقة أننا الآن أمام علاقات سياسية خارجية لمصر أصبحت تنطبع على الداخل المصري بمكاسب إيجابية المواطن الآن وده الجديد في الحقيقة بعد عام 2014 ده الجديد بعد ثورة 30 يونيو أنك الآن أصبحت تراقب تحركات الدبلوماسية المصرية سواء على صعيد دائرة الرئاسة أو حتى وزارة الخارجية المصرية من خلال ما هي العوائد التي تعود على الداخل المصري أنت بتشوف الآن زيارة للسيد الرئيس عبد الفاتح السيسي إلى ألمانيا بتشوف مباشرة آه ده في استثمارات جاية ده في تعليم فني ده في لقاء مع رئيس شركة فلانية وهيتم إنشاء مثلا مصنع في مصر أصبحت العلاقات السياسية المصرية الخارجية أصبحت علاقات بتطفي على طول يعني بشكل إيجابي على الداخل المصري بمكاسب اقتصادية وأيضا حتى فيما يتعلق بالتنصيق السياسي والأمني والكثير من القضايا وبالتالي هذه الزيارة كما أوضحنا في هذا التوقيت سواء على صعيد المصار المتعلق بالعلاقات السنائية لها طبعا أهمية كبيرة جدا هي استكمال لما تم البناء عليه في عهد طبعا مصر شارة ميركل التي كانت تربطها علاقة استثنائية أيضا مع دولة مصرية وكانت أحد القادة المؤمنين بثورة 30 يونيو وبما حققته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وأيضا الآن بيتم البناء على ما تم إنجازه في فترة ميركل أو على الصحيد الآخر الذي له علاقة به استضافة مصر الكوب 27 إذن مصارين مهمين جدا في هذه الزيارة أعتقد أن هم بيخلوا هذه الزيارة بالفعل من أهم الزيارات الخارجية هذا العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل تأكيد وإحنا لسا مكملين كلامنا عن حوار بيترسبورجلي المناخ والجهود المصرية المصر بزالتها خلال فترة اللي فاتت فيه مجال الطاقة والتغارب المناخي لكن بعد الفاصل مشاهدين فاصل وهنرجع لحضراتكم كامل كلام